اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من التريكو سنارتين هلا اليوم نعلمكم رسمة كتير سهلة اول شي بتبلشوا بقطاب ويش انا عملت تقريبا 20 قطبة هاي القطبة بتستفيدوا اللي هلا بدي اشتغلوا بتستفيدوا منها بكتير شغلات ممكن تعملوا منها مخدات ممكن شالات ممكن كنزات او حتى جزادين كمان بعد ما بتشتغلوا دوار ويش بتعملوا قطبة ويش هلا اليحنا هون نلف على السنارة واحد اتنين تلاتة اربع اه اربع لفات اذا ما بتحبوها بعيدة عن بعض يعني ممكن تعملوا لفتين تعملوا بس لفتين بعد ما بتشغلوا القطبة واحد اتنين بتجعب تشتغلوا قطبة واحد اتنين لحقامل اول شيء اه اه اللفتين ورجيكم ياها بعدين اه بعمل اه الاربع وممكن تعملوا تلات لفات يعني شانتشوفوا الفرق ببيناتو عددت الشغل كله على قطبة الوش متل ما لكم شايفين نشتغل هيك لحتى يخلص كل الدور خلصتهم كلهم نبدأ من أول قطبة نشتغل الوش يلي لفيناهن على السنارة مننزلهم تنزيل بس من السنارة نشتغل قطبة الوش تشتغلوا على مهنكم فيكم بس النارة تنزلوا كمان بتضلوا وبتشتغلوا لحتى يخلصوا كل القطب آخر قطبتين نشتغلون وهي القطبة الأخيرة بعد ما منخلصهم منشد الشغل في هالطريقة هيك بنشتغل بنرجع ستة دوار على الوش بنرجع منعيد نفس هالطريقة يعني منلف على السنارة لفتين بتطلع بهالمنظر الحلو هلا أنا بعد ما أشتغل ستة دوار هوني بدنا بدال ما نلف لفتين لحنلف أربع نورجيكم كيف بتطلع بلش هلا بدوق بدوار الوش بتطلع بهالشكل الحلو هلا بدي أعمل أنا بدال اللفتين لحن أعمل أربع بتشوفوا شون بتطلع هلا بالنسبة للفاصل بين القطب هدولة يعني أنا هلا عملت ستة دوار هوني انتم ممكن تعملوا أربع مثلا بتطلع يعني بتطلع قليلة ممكن تعملوا ثمانة ممكن تعملوا عشرة يعني ويمشوا هلا بعد شوي القطب معنا مساعدة الشي عادي يعني ثلاثة أربع نكمل الدور لآخر بهالطريقة نشتغل القطب والقطب اللي لفينا هون الأربع مننزلون من السنارة نشتغل القطب ومننزلون بهالطريقة هي 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 القطب حلاوتة أنا الواحد دغري بيخليص لأنه هدول اللفة الخيطان تعمل مساحة منيحة بالشغل بعد ما بنشتغلون كلهم القطب هدول نرجع بنعمل قطب ويش بنشتغلون هي بعدين بنشد الشغل مشاني بينو هلأ هدول شفتو كي بيطلع المسافة أطوى بنرجع بنشتغل أربع دوار أو ستة اللي هو هون ومنكمل حلوة كتير هون أنا عملت ثلاث لفات هلأ أول شي بلشنا لفتين بعدين أربع بعدين تشوفوا أنتو المسافات كمعن هلأ في فكرة تانية هون للشغل هلأ هاي القطبة ما بنشتغل أول واحدة بنسحبها سحب واحد اثنين ثلاثة هلأ ممكن تسحبوا ثلاث قطب ممكن تسحبوا أربع هلأ هاي ثلاثة أنا اللي حقاعمل كل ثلاثة إقلبهم فوق ثلاثة أنتو فيكن مثلا أربع فوق أربع أو اثنين فوق اثنين نرجع واحد ثنين وهي ثلاثة نقلب هدول ثلاثة الأولانيات هالطريقة منرجعهم على السنارة ومنشتغلهم قطبة قطبة بقى نرجع هلأ نسحب هاي واحد اثنين هلأ عملت ستة نقلب ثلاثة فوق ثلاثة هدول ثلاثة نضعهم بسنارة ومنشتغلهم قطبة قطبة واحد اثنين نشتغل هيك لحطة يخلص الدور ثلاثة ربع خمسة وهي ستة نرجع منكمل هدول هنا يعجبكم هذا الشرح. طبعا هاي القطبة اصعب من هاي. مثل نفس المبدأ او شي بتتدربوا على هاي. بعدين بتحاولوا تعملوا هاي. لايك للفيديو. لايك لصفحتي على الفيسبوك. اشتركوا في قناتي الجديدة على اليوتيوب. الى الدقاء.